لحنروح كمان مشاهدينا لخبر ظريف جدا رح نقدم لكم اليوم بفقرة سبوت فرص عمل ومجالات مختلفة والاختلاف اليوم انه فرص العمل اللي حتكون بسبوت ما رح تكون بفقرة شير فقرة شير هي الفقرة الخاصة ببرنامجنا يعني منقدم فيها فرص العمل فرص العمل المطروحة للاشخاص اللي عم بدوروا على شغل طرح نصر الحريري بتغريدة على تويتر ورئيس هيئة التفاوض وقال بهالتغريدة بخوتي وأحبتي الأكارم نحن بحاجة لعدد من الخبراء والاستشاريين والإداريين بمواضيع مختلفة علوم سياسية قانون قانون دولي ودستوري أيضا علاقات دولية اقتصاد حقوق إنسان ومعتقلين الحكم الانتقالي والبيئة الآمنة والمحايدة الانتخابات وأعلام هالتغريدة أثار السخرية كتير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للطريقة يلي كان عم يطلب فيها الحريري موظفين بهالاختصاصات عبر السوشال ميديا وكمان كان تساءل السوريين عن إنه شو كنت عم تعمل أو شو كنت عم تعمل المعارضة السياسية تأول هالسنين إذا هلأ أنتوا عم تدوروا عن استشاريين بأمور سياسية ودولية وقانونية خلونا نشوف بعض التعليقات اللي ردت على نصر الحريري بطريقة ساخرة بخصوص هالموضوع نحن نبدأ مع فارس فارس الفارس قال استاذ نصر إذا مستعجل كتير في عندي طقم تفاوت كامل ألماني المنشأ نص عمر وبحالة جيدة ويصلح لكثير من المناسبات وقابل للشحن والتفريغ ملاحظة السعر قابل للتفاوت أيضا خلينا نشوف غسان غسان قال دكتور نصر إلك عندي حلاء عاطي عن العمل وعند خبرة القانون الدولي بالقصات وآخر صيحات لك اللحيان فمعظم الكومنتات اللي عم نشوفها واللي شفناها واللي مرأة تهكمية على طبعا الكومنت والمنشوري اللي نشره ونصر الحريري أما خلينا نشوف زميلنا محمد منصور الأستاذ محمد منصور شو أيضا كتب على فيسبوك وعلق على هالموضوع على التغريدة يلي نشره رئيس وفد التفاوض نصر الحريري وعم يطلب فيها خبراء واستشاريين بمجالات العلوم السياسية والقانون والقانون الدولي والدستوري وعلاقات دولية وحقوق إنسان ومعتقلين والحكم الانتقالي والبيئة الآمنة والمحايدة واقتصاد وانتخابات وإعلام هاي التغريدة كارثة حقيقية إذا صار لكم سبع سنين عم تتفاوضوا وتحضروا مؤتمرات وتشكلوا ليجانوا وتحكوا باسم السورة وما عندكم خبراء واستشاريين تفهم بكل هالمجالات والاختصاصات معناها مين كنتوا آخذين معكم وشو كنتوا عم بتهببوا ومين هدول اللي رايحين جايين وعم يتصوروا ويعطوا تصريحات إذا ما كانوا اختصاصيين عم بيغطوا كل هالمجالات هاد اعتراف صريح منكم شو كنتوا عم تعملوا يا ترى شو يا ربي شو أيضا كمان خلينا نشوف بعض التغريدات عنا محمود الدلال محمود الدلال قال لو طالب اختصاص واحد كان الواحد بيسكت بس هيك معناها مالون غير القائد الخالد المعلم الأول بكل هالشغلات وأيضا كمان خلينا نشوف بعض من التغريدات أيضا صدى الشام قالت كان ناقص تكتب الراتب مغري جدا شو لعب بعدين كيف بتنشر هيك على صفحتك فكتير من الانتقادات طالت نصر الحريري على البوست اللي نشره وأيضا بي جي كمان قال في مشكلة بخبراء روس ويرانيين أصدقاء الشعب السوري وضامنين لأتفاقياتهم مثل ما أنتوا بتشوفوهم وأيضا وأخيرا خلينا نشوف أبوهادي أيضا شو علاء أبوهادي قال أحيانا مقولة أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل أبدا هاي بتكلف آلاف الشهداء ومئات آلاف المهجرين هاي كانت مشاهدين أبرز التعليقات على البوست اللي نشره نصر الحريري وكان حديث السوشال ميديا خلال الساعات الماضية مثل ما شفنا البعض منها تهكمية البعض منها صخرية فاللي حابب يكون عنده فرصة عمل فيه فرصة عمل جاهزة ويتواصل مع نصر الحريري على الإيميل يلي كان حاطه على توتر ونتمنى لكم التوفيق